قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء لم تصل الجزائر بعد منذ الرابع والعشرين فيفري ألف وتسعمائة وواحد وسبعين تاريخ تأميم المحروقات إلى مستوى المطلوب وخلق ثروة جديدة بديلة عن البترول تعتمد عليه في اقتصادها الذي يرتفع بارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية وينهار بانهيار أسعارها وهو حال اليوم بعد 47 سنة المحروقات لا تزال الثابت في أجندات السياسة المتغيرة في البلاد وورقة تستعمل من قبل السلطة في كل مناسبات إما تحججا لفشل أو تقصير في إنجازات مختلفة بسبب تهاوي أسعار النفط وإما تفاخرا لمكاسب اقتصادية وإنفاقات في ميادين مختلفة بسبب ارتفاع أسعار الذهب الأسود 47 عاما من تأميم المحروقات ولتزال البوصل الاقتصادية للجزائر تائهة وفاقدة لطريق نتيجة الاعتماد الكلي على هذه المادة التي تعرف تراجعا في أسعارها ولعل الغريبة ومنذ أزيد من أربعة عقود ونصف العقد لم تستقر الجزائر على قانون للمحروقات شامل يضمن مستقبل الأجيال القادمة وينهض بالاقتصاد الوطني للبلاد فكل مرة يتم مراجعة هذا القانون حسب ما تمليه الظروف السياسية بدل الرؤى الاقتصادية الناجعة وهو حال الضج السياسي التي أحدثها التنقيب عن الغاز السخري والسيغلاله التي أعلنت عليه الحكومة ثم تراجعت بعد ضغط الشارع واستعمرته المعارضة في البلاد أحد أوراق الانتقاد والضغط دليل قاطع أن تسير ملف المحروقات وقوانينه لا يزال بأبعاده السياسية دون البحث عن آليات اقتصادية مستقبلية